بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه جل جلاله عن كل الأفهام و سما كماله فلا تحيط به الأوهام سبحانه هو الملك القدوس السلام هو القائم على كل نفس و ما كسبت و العالم بكل جارحة و ما اجترحت سبحانه يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور سبحانك ربنا من تكلم سمعته و من سكت علمت سره و من عاشف عليك رزقه و من مات فإليك منقلبه يا واحدا في ملكه أنت الأحد و لقد شهدت بأنك الفرض الصمد لا أنت مولود و لست بوالد كلا و لا لك في الورى كفوا أحد مشاهدي الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا و سهلا و مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى و التي نتحدث فيها كل يوم ثلاثاء في قضايا الأسرة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن اختيار شريك الحياة و يمكن المداخلات و اتصالات التليفونات و أسئلة حضراتكم ملحبناش نكمل الكلام إزاي حضرتك تختار شريكة العمر و إزاي حضرتك تختاري شريك العمر شوفوا القرآن لما اتكلم عن الاختيار قلنا و أكدنا على المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى قال و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة تحدث عن اختيار الزوج أو اختيار الزوج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ليه فإنه أي فإن الزواج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النهاردة عندنا مشكلة كبيرة جدا في اختيار الزوج و اختيار الزوجة و أنا قلت قبل كده في الحلقة اللي فاتت أن معظم المشاكل اللي بتجينا و المشاكل اللي بتحصل بعد الزواج سببها الأساسي و الأول و المهم هو سوء الاختيار من الطرفين هي ممكن تسيء الاختيار عندها اعتبارات و مقومات أخرى و هو كمان ممكن يسيء الاختيار لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنا قلت المرة اللي فاتت يا جماعة شريك العمر أو شريكة العمر أو شريك الحياة شركة بتقوم بنا النهاردة لما تيجي تعمل شركة بتسأل أهل الخبرة و الاختصاص يعني هعمل شركة في مجال الصناعة في مجال التجارة في أي مجال من مجالات الدنيا فطبعا هسأل حد عنده خبرة حد مر بالموضوع ده حد جر بالموضوع ده إيه رأيك في الشركة دي إيه رأيك في المشروع ده أعمل ولا ما أعملش ولو هعمل إيه الإيجابيات و إيه السلبيات ده لازم كده يعني طيب لو النهاردة بقى هنختار شريكة العمر أو شريك العمر هل عندنا حد أفضل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسأله لما نيجي نقول كده يا رسول الله أخطر مين و هي تقول يا رسول الله أخطر مين مين الزوج و مين الزوجة فشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أولياء الأمور و كل الفتيات و النساء لما تيجي تختار يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه و في لفظ آخر إذا جاءكم من ترضونه دينا و خلقا تعملوا إيه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض أو فتنة في الأرض و فساد عظيم أو فتنة في الأرض و فساد كبير على اختلاف الألفاظ و الروايات يبقى النهاردة ما نطلب النصيحة حضرتك عايزة تجوزي أو متقدم لك واحد أو اثنين وهتختاري بينهم اعرضي الناس اللي جاية دي على كلام سيدنا النبي هل فيهم حد إحنا نرضاه بدينه و خلقه يعني شايفينه متمسك بالدين متمسك بالأخلاق وبعدين عايزين نقول كمان يا جماعة قصة التمسك بالدين والأخلاق معنا ممكن يجي لي واحد يتقدم لبنتي و شكله متمسك بالدين والأخلاق لكن أفعاله إيه؟ إحنا مش عايزين الدين والأخلاق إنه رايح الجامع و جاي من الجامع و شكله كده شكله ملتزم لكن القصة مش قصة شكل إحنا عايزين نعرض أخلاقه وأفعاله على الدين لو أفعاله توافق الدين لو أنا شايفه متمسك بسنة سيدنا النبي متمسك بدين ربنا سبحانه وتعالى تأكدوا إن ده مش هيهم بناتكم تأكدوا إن ده هيحافظ على البنت وهيكرمها يعني ما أكرمهن كما قال صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم طيب إنت حضرتك هتتجوز هي بتختاره بتشوف صاحب الدين والخلق طيب لو إنت هتتجوز وهتقول لسيدنا النبي أن عايز أتجوز وهتعرض الموضوع ده على رسول الله رسول الله هيقول إيه للشباب شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح ما استفاد العبد المؤمن بعد تقوى الله من زوجة صالحة يعني أعظم استفادة حضرتك هتستفدها في الدنيا دي كلها بعد التقوى والإيمان إنك تتزوج بزوجة صالحة طيب علامة الزوجة الصالحة إيه يا رسول الله سيدنا النبي بقى بيقول إيه إن نظر إليها سرت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظت هي دي الزوجة الصالحة إن أقسم إليها إن أقسم عليها أبرت وإن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظت لذلك أقول لحضراتكم قصة شريعة كده في موضوع الزوجة الصالحة لما الواحد يحسن الاختيار في وقت من الأوقات خرج رجل مسافرا في سفر خرج بر بيته وهي سافر فأقسم على زوجته هذه الزوجة المؤمنة المتدينة التي تربت في بيت مؤمن متدين يعني جاء من بيت يعرف الأصول هذا الزوج أقسم على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه خلاص هو مسافر ما تطلعيش من البيت ده أمر الزوج فلما خرج في سفره جاء إليها أخوها بعد ساعات فطرق عليها الباب قالت من بالباب؟ قال أنا أخوك تعالي معي لتنظري إلى أبيك لأنه مريض وقد يكون هذا المرض هو المرض الأخير الذي يترك فيه الحياة يترك الأحباب ويوضع في الطراب فقالت هذه المرأة والله لن أخرج من بيتي إطاعة لأمر زوجي مع أن الزوج مسافر مع أن هي عندها الحجة اللي تخليها تخرج وزها مش هيقول لها حاجة ضرحت لبوها المريض اللي يمكن بعد ساعات يموت قالت والله لن أخرج من بيتي إطاعة لأمر زوجي فذهب أخوها ثم عاد بعد ساعات قليلة قال يا أخته لقد مات أبوك وتعالي لتنظري إليه قبل أن يوضع في الطراب في القبر وقبل أن يحرم الأحباب قبل أن يغادر الدور ويوضع في القبور فقالت والله لن أخرج من بيتي إطاعة لأمر زوجي فحمل الأب إلى القبور وغادر الدور ووضع في الطراب وحرم الأحباب فنزل أمين وحي السماء جبريل على سيدنا المصطفى الجليل يقول له يا محمد لقد غفر الله لأبيها إطاعتها لأمر زوجها فدخل الجنة شوفوا قد إيه المرأة لما تتربى على أن بيتها ده مملكة زي ما قلنا وأن هي ملكة في البدة وأن الزوج ملك وأن إحنا المفروض بنكمل بعض وأن المرأة المتدينة زي ما قال سيدنا النبي ما استفاد العبد المؤمن بعد تقوى الله من زوجة صالحة هي دي أعظم استفادة لذلك لما حضرتك بقى تحب تبحث عن زوجة زي ما قال سيدنا النبي تنكح المرأة لأربع أربع حاجات لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ثم قال صلى الله عليه وسلم ولدينها فاضفر بذات الدين بعض الناس بتفهم كده بقى أننا الأول المال لو لقيت واحد عندها فلوس يبقى هي دي الزوجة أو الحسب والنسب الأهل أو الجمال تبقى جميل لو خلي الدين في الآخر الدين مؤخر عن المال والجمال والحسب والنسب وده الواقع اللي احنا عايشين فيه إلا من رحم الله لكن الحقيقة اللي قالها سيدنا النبي قال فاضفر بذات الدين يعني اغتنم المرأة المتدينة ابحث عن المرأة المتدينة فلو أصبحت متدينة عندها مال بها ونعمة هي دي لو أصبحت متدينة من حسب ونسب ومن أسرة ومن عيلة يبقى كويس أوه هو ده المطلوب لو أصبحت متدينة وجميلة يبقى نعمة من نعم ربنا طيب لو التلاتة دول مش موجودين يقدم الدين على التلاتة دول أهم حاجة الدين وما بنقول أهم حاجة المرأة المتدينة عشان حضرتك المرأة دي هي هتبقى أم أولادك بذلك قال صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم اختار ما تاخدش أي حد عشان أنت هتختار المستقبل أنت هتختار الأم اللي هتربي الأولاد بعد كده أنت هتختار الزوجة اللي هتعيش معاك في البيت وممكن تسيب بيتك وتسافر لفترات طويلة تبقى عارف أنت سيب من في البيت تخيروا لنطفكم فإن العرق ده الساس وفي حديث ثاني سيدنا النبي ضعفه بعض العلماء يقول فيه إياكم وخضراء الدمن قيل ومن خضراء الدمن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم المرأة الحسنة في المنبت السوء أو في المنبت السيء أو أتقول أصل هي كويسة وجميلة وحلوة أنا أخدها وما ليش دعوة بأسرتها ما ليش دعوة بأهله سيدنا النبي حذر من هذا الاختيار كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن عايز أقول لحضرتك في شروط كده لازم نحطها قدامنا للزوج والزوجة للشاب والفتاة لما تيجي تختار تختار مين احنا قلنا أولا في الزوج أو في الزوجة لازم يكون متدين يعرف ربنا سبحانه وتعالى وزي ما قلنا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه لازم تكون من أسرة كريمة ومحترمة زي ما قلنا حديث سيدنا النبي تخيروا لنطفكم ومقبول أو مقبولة الشكل ما استفاد العبد المؤمن بعد تقوى الله من زوجة صالحة أهم الشروط النظر إليها سرت أنا ممكن أبصّلها يعني تم لعني أوي لكن غير يبصّلها يقول دي مش حلوة فالحب ده والقبول ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يضعه في القلب شوفوا لما ربنا اتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة قال إيه هن الزوجات هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يعني إيه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم تخيل كده أن حضرتك يعني حصن لزوجتك وزوجتك حصن ليك زوجتك هي اللي تكفيك الحرام وتبعدك عن الحرام وحضرتك اللي تبعد زوجتك عن الحرام لباس لكم وأنتم لباس لهم تخيل كده أنت بتتزين بزوجتك وزوجتك كمان بتتزين بيك يعني بمعنى بسيط جدا كل واحد من الاتنين الزوج والزوجة بيكملوا بعض لو حضرتك عندك نقص في أمر من الأمور زوجتك تجبر هذا النقص ولو هي عندها نقص في أمر من الأمور حضرتك بتجبر هذا النقص كل واحد في الاتنين بيزين التاني وبيسطر التاني اللباس ده الملابس دي اللي بتسطرك وبتسطر عيوبك أنت بتحفظ عليها وهي بتحفظ عليك أنت بتسطر عليها وهي كمان بتسطر عليك الكلام في اختيار شريك الحياة وشريك العم والزوج والزوجة كلام مهم جدا لأن احنا بنأسس لبناء أسرة من الأسر النهاردة علشان نعمل أساس بيت من البيوت دايما الأساس هو المتعب الأساس هو اللي بيكلفك الأساس اللي بيخليك تفكر كتير وتجمع عمال كتير لأنه هيتكلف كتير ومجرد أن الأساس ده اتعمل أساس البيت خلاص الأدوار اللي بعد كده سهلة جدا إنها تنشأ لو الأساس ده قوي والأساس ده متين البيت ده ممكن تعمله برج تعمل عمارة 7-18 دوار لأن فيه أساس قوي لكن لو الأساس ده ضعيف ومش قوي ومش متين وإنت بتبني دور بتبقى قلقان بتبني الدور اللي بعده قلقان أكتر ويمكن ما يتمش وممكن بعد فترة من الفترات تقول أنا عايز أخلص من البيت ده لأن أنا مش متطمله نفس القصة في الأسرة لو الأسرة قيمة على أساس قوي وأساس متين إن شاء الله الأسرة دي تدوم طول العمر بينك وبين زوجتك وأولادك لكن لو الأساس ضعيف الأسرة دي مش هتكمل والأسرة دي هيبقى عندها مشاكل كتير جدا لما نيجي نفكر فيها نلاقي أساسها إن إحنا اخترنا اختيار سيء إحنا معنا أسئلة على صفحة البرنامج هبدأ بها مع حضراتكو معنا الأستاذ محمد عبد الحي رشوان بيقول عندي سؤالين بيتكلم عن ما هم السبعة أحرف التي جاءت في صورة الفاتحة وهل فعلا نزلت بعضهم في غير اللغة العربية بمعنى لتعلم غير الناطق اللغة العربية بإحدى أحرف السبعة وهل فيهم واحد من أبواب الجنة طبعا هنا معلش أستاذ محمد في بعض التدخلات في السؤال هقول لحضرتك إن السبعة أحرف دول مش في صورة الفاتحة صورة الفاتحة هي السبع المثاني من القرآن لكن الأحرف السبعة اللي نزل عليها القرآن القرآن نزل مرة واحدة على سيدنا النبي بنطق واحد لكن بعد كده سيدنا النبي طلب من سيدنا جبريل عليه السلام أن يزيده فأقرأه القرآن بأحرف أخرى معنى أحرف أخرى يعني في بعض الكلمات تنطق بطريقة أخرى غير الطريقة دي فنزل بسبع أحرف بسبع طرق للقراءة ليس لها علاقة بتعليم غير الناطقين بالعربية السؤال الثاني برضو فيه برضو كلام كده أنا مش فهمه لكن هحاول أفهم كلام حضرتك بيقول كيف أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحياة للصحابة يعني إيه أعطى الحياة للصحابة أنا مش فيه سواء قبل وفاتها وبعدها مع بعض الصحابة كان يدعو على نفسه ألا يرى غير النبي الجزئية اللي حضرتك بتقولها أن بعض الصحابة كان بيدعو على نفسه ألا يرى غير النبي دا حدث عند وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة لما سمع الخبر دعا قال اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد وفاة رسول الله فأخذ الله بصره واستجاب لدعائه في هذا الوقت سؤال تاني بيقول ما هو التدرك في الحب الذي وصل بهم إلى هذه الدرجة يعني زي الصحابة وصلوا للحب دمع سيدنا رسول الله هنجيب على السؤال ولكن ناخد الأستاذة ياسمين أستاذة ياسمين السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضلي يا فانت تفضلي طب علي صوتك بس يا أستاذة ياسمين بيعمل حاجات البيت المفروض يعني نكونه كأسرة عشان نتكوز فيه تمام المشكلة عن زي الوقت في السيطين هو عمل قلت أنهم من غير ما يرجع لهم عمل إضاف من غير ما يرجع لهم ومكان عايزين حاجة نوع سمعين حضرتك إيه؟ سمعين حضرتك تفضلي مساكل صغيرة جدا بس هما بيعملوا مشكلة كبيرة مين اللي بيعمل المشكلة دي؟ عائزة بي مين؟ عائزة بي آه أهل حضرتك فهو الزوج تولحه شخص محترم كده تمام بس نتعرف يعني يعني أوفق قدامهم قلهم إيه؟ طيب كان فيه اتفاق كان فيه اتفاق بين أهل حضرتك وبين خطيبك إن هو مش هيعمل حاجة غير لما يرجع لهم ويشوفوا ويوافقوا على الحاجات دي؟ ولا ما كانش فيه اتفاق؟ لا اتفاق موجود إن كل حاجة بالنس وعيد لما جيت خطر أيهم قليلي حاجات بتاعتك وبتاعته تمام يعني قالوله اعمل اللي انت عايزه طيب أستاذة ياسمين دايما بنقول يا جماعة وإحنا بنتكلم كده في قضايا الأسرة هذه من ضمن القضايا اللي احنا بنتكلم فيها عملية الترتيب لحياة أسرية بين زوج وزوجة بين شاب وفتاة النهاردة إحنا جلنا واحد وارضنا بيه واتفقنا معاه ووافقنا عليه وهو إنسان كويس ومحترم وخلوق وقلنا الشقة دي بتاعت كنتو الاثنين إحنا كأسر بنحط الأساسيات لأولادنا بنتفق علشان نعرف البنت هتجيب إيه والولد هتجيب إيه زي ما ده السائد في العرف بتاعنا قلنا له اعمل اللي انت عايزه ووسقنا فيه خلاص بقى يعني نسيبه على قد إمكانياته يعمل اللي هو عايزه وعايزين نفهم يا جماعة دايما الخطيب كده الشاب بيحب يجيب أفضل حاجة في بيته وفي شقةه لأن الناس كلها تدخل عنده فمش عايزين نقف كده ونعقد الجوازات على أنه وراء عمل قوضة من غير ما يرجع لنا أو اشترى أنتري من غير ما يقول لنا كلام ده كله بيعمل حززيات ومشاكل ويعني بنفتح باب للمشاكل المفروض إحنا نساعد الولد والبنت دول أنه هما يبنوا أسرة بناء الأسرة مش بالعفش بناء الأسرة بالتفاهم وبحسن لاختيار عايزين نفهم ده كويس لكل أب وكل أم سواء عندكو بنت أو ولد المهمة عندنا مش العفش إيه لو العفش جاي من إيطاليا لكن الولد والبنت مش متفاهمين مش مرتاحين مش هيبقى له أي قيمة كنا بنتكلم في الأسئلة اللي معنا على صفحة البرنامج طيب ناخد أم يوسف السلام عليكم أم يوسف اي ومعاك يا صمحت اتفضل يا فندي يعني مبالغ خمسونة سنة متجوزة وعندي جزء يعني بيشرب وشين وبيسيب بالدين وانا مغضب تيجي وقول لأ بيها أنا عليا الطلاق ما نعايزها وبيبهد العيالي وبهداني وبيدينيش حق في المصروفي بيسيب يعني حياة وسيطة في المصروف وانا شايل أهم البيت وشايل أهم أولادي ومش عارف أعمل اي طيب سؤال حضرتك النهاردة يعني دلوقتي هو بأخلاقه دي بقاله خمستاشر سنة جواز على كده ولا الموضوع ده جديد لأ أبقى نجي خمستاشر سنة على كده طيب حضرتك سؤالك ايه بقى سؤالي أنا نعايزة أعرف يعني عشتي معاك كده يعني محرمة بحاجة ولا لأ حاضر حاضر من عينينا ميوسف هنجوب على حضرتك وكل أسئلة السادة المشاهدين ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضرتكم مرة أخرى نجاوب على أم يوسف بس كان معنا مدخلة أثناء الفاصل مدام عواطف ومع لش الاتصال انقطع حضرتك حاولي تكلمينا مرة تانية رجعت فعلا مدام عواطف حمد الله بالسلامة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فندا أقول لحضرتك السؤال تفضل أختي جزها توفى وسب لها أربع أولاد نعم لما حماتها جات توفت بعد جزها أخت جزها واخوه رفضوا يورسوها معهم في الورث التحامات هل دا صحيح ولا ليها ورث معهم يعني زوج أختك توفى وأمه لسه عايشة آه حاضر حاضر طيب هنقول أم يوسف كانت بتتكلم متجوزة بقالها 15 سنة 15 سنة زواج والأسف الزوج طول 15 سنة دول بيشرب وبيسيب الدين والأخلاقيات مش مظبوطة خالص وهي تحملت على قد ما تقدر بقالها 15 سنة برضو زي ما قلت لحضراتكم هي دي قضايا الأسرة اللي بنتكلم فيها وإحنا كنا بنتكلم من شوية في بداية الحلقة أم يوسف عن الاختيار ومن الاختيار كمان إن إحنا نسأل عن الزوج ونسأل عن الزوجة وقلت كده حديث سيدنا النبي إذا جاءكم من ترضونه دينا وخلقا وسألت حضرتك هل الموضوع دا جديد ولا من أول ما تجوزته دا من أول ما تجوزته هو بيشرب يا أم يوسف وبيسيب بالدين يعني إحنا ما سألناش وخلاص علشان إحنا ما سألناش اتحملنا فوق طائطنا لغاية ما عده 15 سنة طب نعمل إيه النهاردة مش هينفع أقول لحضرتك بعد 15 سنة زواج والراجل بيشرب وبيسيب بالدين نقول له كل سنة وانت طيب وكل واحد روح لحاله بعض المشايخ بيفتوا إن راجل بيسيب بالدين يفرق بينه وبنزوجته لكن دا كلام إحنا ما بنفتيش به الصحيح يا ميوسف إن إحنا تحملنا 15 سنة يمكن تكون الطريقة كانت طريقة الحياة بيننا ما كانتش مظبوطة ما كنتش بدعيله ما كنتش بصلي وبدعي ربنا إن هو ربنا يهديه ما كنتش بحاول من وراء كده أكلم والده إن والده يكلمه أو حد يكلمه نحاول نشوف طرق جديدة ميوسف علشان أقول لحضرتك تعبير كده نعمل عملية تجميل للحياة الزوجية ما فيش أي مانع إن أنا شوف الحياة بقت سيئة قوي ودخلت كده في طريق حاسين إن إحنا يعني بنقول هنا الآخرة كده بنجيب أخيرنا في الحياة الزوجية فبنقول خلاص أنا فاض بيه طالما فاض بيه ومش قادرة أستحمل أبدأ أدور على طرق جديدة يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهديه يمكن ربنا يرجعه يمكن لما دعيله دعوة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب زي ما قال سيدنا النبي لا يرفع البلاء إلا الدعاء ادعيله وحاولي تكلميه في الأوقات اللي يستقبل فيها كلامك ويسمع النصيحة وحاولي تدخلي حد يكون غالي عليه بس ما يقولوش إن انت تكلمتي أو إن انت اشتكيتي وحاولي معاه وإن شاء الله يموسف ربنا هيصلح حاله مدام عواطف كانت بتقول إن أختها كانت متزوجة زوج أختها توفى وعنده أربع أولاد وتوفى في حال وجود أمه يعني الأم الجدة جدة الأولاد لسه عايشة ابنها توفى الجدة دي توفت بعد كده إخواته بيقولوا إن أولاده ما لهمش في الميراس لأ أولاده لهم في الميراس حاجة اسمها الوصية الواجبة طالما هو مات وأمه أو أبوه عايشين لما يموتوا هم يغضوا حق أبوهم بالوصية الواجبة بشرط إن الحق ده لا يتعدى الثلث يكون التلت أو أقل من التلت لكن مش معنى كده إن هم يحرموا من ميراس أبوهم معانا أستاذة رانيا السلام عليكم أهلا وسهلا يا فندم الله يسلمك أهلا يخليك لا سمحتي ليه عندك سؤال بس أمانت ربنا تدويبني عليك يعني بكل الشفافية اتفضلي تحت أمرك الأمر الله حضر حبيب حضرتك أنا علي دين لناس وجوزي توقف أنا كنت أطلاً محتاجة دين دوت عشان وجوزي كان عامل حادثة وما كانش معايا فلوس أصرف عليه في الحلال حاجة دي تمام فعليا دين يجي سبع سلاف جنيه للناس أنا كنت أخذهم منهم بسبب يعني العملية ديت وأنني أصرف عليه وكده ومعايا ست بنات حضرتك وهو كان بيشتغل مباد محارة يعني ما فيش داخل داخل لنا فأنا عشان مش هعرف أصدي للناس زياد فلوسها وكتبين علي أصال أمانة وكده ومش هعرف سدهم تمام فكرت إن شفت إعلان في الجرنون آآ قديم كده إن فيه متبرعين للكلة الناس طلبوها فأنا اتصلت بيهم والمفروض أروح أبينهم عشان أبيعوا أريتي يعني ووصدي الفلوس اللي عليها دي يعني هل هيب عليها أوزش أنا خايف أعمل حذر الزناس دب عليها بيها بس أنا في نفس الوقت ما فيش حد يقف معي لإن اللي أخ والأب يقفوا جنبي يسدوا للدين اللي علي وفي نفس الوقت خايف أتحبس وبنبي تتشرف في الشارع الدين ده بتقولي سبع تلاف يا مدام رانيا يعني يا ريت حضرتك في الدين الدين ده حضرتك بتقولي سبع تلاف أيو طيب هستأذن إخوانا بس في الكنترول يسحبوا الخط وياخدوا رقم مدام رانيا في أي حاجة تانية غير كده طيب موضوع بقى التبرع بالأعضاء وبيع الكليا ده موضوع يعني بعض العلماء أجاز وبعض العلماء منع لكن أنا هقول لحضرتك في هذه الحالة ممنوع التبرع بالأعضاء البشرية لأن دي حاجة مش ملكي العلماء اللي منعوا قالوا دي حاجة مش ملك الإنسان إن أنا أبيع كليا أو أبيع حاجة من أعضائي لحد ده ممنوع لكن إحنا مثلا لو ابني مريض أو حد قريب مني مريض أو التبرع في الوقت ده لحالة إنسانية يعني هتفارق الحياة فهتبرع بيها علشان أنقذ حد بعض العلماء أجاز ده إحنا بس هنقول لما دام رانيا ربنا يسد عنك إن شاء الله وربنا يعينك وربنا يشفي زوجك وإحنا لو خدنا الرقم في الكنترول يا جماعة أنا معلش يعني هناشد كل الناس كل اللي يقدر يساعدها لو يقدر يتواصل معاها عشان ننقذ حد وده دين بسيط جدا يعني سبع تلاف جنيه أعتقد المبلغ لا يذكر علشان حد يروح يعمل عملية ويتبرع بكلية ويعمل اللي هو يعمله لو حد يقدر يتواصل معاها وياخد تليفونها من الكنترول من عندنا ويشوف الحالة بنفسه ويتأكد من الموقف دوت أتمنى إن إحنا كلنا نساهم وإن إحنا كلنا نساعد إن إحنا نرفع هذا الكرب عن هذه الأسرة الفقيرة وأسأل الله عز وجل يعني أن يسد ديوننا ودين كل مديون يا رب العالمين أسئلة الصفحة لو كملنا معنا الأستاذ شريف زيزو وكان بيسأل عن علاج الوسواس القهري دايما يا أستاذ شريف إحنا لما بيبقى الواحد فينا عنده وسواس في الوضوء في الصلاة في أي موقف من المواقف دايما بندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك دايما كده لما تحس أن أنت مثلا بتتوضى أنا توضيت صحة ولا غلط أنت كده صحة كمل وضوءك بعد ما تخلص الوضوء أنا نسيت لا أنت كده توضيت خلاص لو أنت بتصلي وانت بتصلي أنا كنت متوضى لو مش متوضي أنت متوضي لأن الأصل بقاء الطهارة وانت بتصلي صليت تلاتة ولا أربعة يبقى تلاتة وكمل الرابعة وأدعي ربنا بهذا الدعاء اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك بيتكلم برضو في السؤال لو أنا بسبح على إيد اليمين أسبح اليمين ولا الشمال هنقول اليمين أولى وأفضل لكن لو سبحت على إيدك الاتنين ما فيش أي مشكلة لو عندي ورد من الاستغفار ممكن أسبح بيه على السبحة ما فيش أي مشكلة تستعمل السبحة علشان العدد عشان ما تخطأش ما فيش أي مشكلة وإن كان الأولى التسبيح على الأنامل على عقل الأصابع سؤال تاني عن عقوق الآباء للأبناء الآباء للأبناء هو في عقوق آباء للأبناء ده من ضمن قضايا الأسرة اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله لكن في عقوق آباء للأبناء وهذكر حضراتكم أن في أحد الصحابة ذهب لسيدنا الفاروق عمر يشكو من ولده من ابنه فسيدنا عمر يعني استدعى هذا الابن وبيتكلم معاه إزاي أنت بتعق أبوك إزاي أنت بتعامل أبوك المعاملة السيئة فالابن ده قال كلام مهم جدا قال يا أمير المؤمنين لقد عقني قبل أن أعقه ده هو اللي أخطأ في حق الأول فسيدنا الفاروق عمر سألوا إزاي أخطأ في حقك قال لقد لم يحسن اختيار أمي فقد اختار لي أمًا زنجية ولم يحسن اختيار اسمي فلقد سماني جعلا ومعنى الاسم خنفساء ولم يعلمني شيئا من القرآن ما اختارش أمي كويسة ما اختارش اسم كويس ما ربنيش على القرآن فقال الفاروق عمر لقد عققت ولدك قبل أن يعقك عايزين يا جماعة نتعلم إزاي نتعامل مع أبنائنا إزاي نربي أبنائنا إزاي نجبر أبنائنا على البر إزاي أكون كويس مع ابني وأعلم ابني وأربي ابني أو بنتي عشان هو كمان يتعامل معايا معاملة أنا أحبه يعني نعين أبنائنا على برنا إن شاء الله سؤال أستاذ حسن المصري بيقول شخص رأى فعلي بين شخصين وبعد مرور وقت طلبه هقول لحضراتكو السؤال واحد شاف اتنين في موقف من المواقف مرت سنين فواحد تالت بيطلب منه إن هو يشهد إن هو شاف الموقف ده عشان يثبت المعاملة السيئة لواحد منهم علشان يستفيد من هذه الشهادة مع إن الشهادة دي ملهاش علاقة بالموضوع أشهد ولا مشهد شيء طالما شهادت حضرتك ملهاش علاقة بالمشكلة اللي بينهم واللي كان بينه بين واحد تاني من فترة طويلة لا يؤثر على هذا الموضوع وهو من باب التشهير وإساءة السمعة لأحدهما لا حضرتك ما تشهدش طالما الشهادة ملهاش علاقة بالموضوع ده حضرتك ما تشهدش لإن ده موقف ملوش علاقة بالموقف اللي هو بيكلمك فيه وده من باب التشهير وإساءة السمعة بالناس وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالستر على الناس سائل بيقول أنا قلت الزكتي انت طالق في التليفون قالت لي إيه ما كانتش سمعة يعني الشبكة كانت بتقطع فكان الصوت بيوصل متأخر فشوية قلت لها تاني عشان تسمع انت طالق يعني طالق الأولى ما سمعتهاش فبتتأكد فهو بيقول طالق التانية من باب التأكيد التأكيد على الأولى مش تكرار الطلاق في أوقات مختلفة تحتصب طلقة ولا طلقتين زي ما قلنا لو كانت في أوقات متفرقة في أماكن مختلفة بينهم مسافات أو وقت هتحسب كل واحدة طلقة لكن لو قلت لها انت طالق فبتقول لي إيه أنا مستمعاك فأنا بقولها تاني عشان أأكد الموضوع ربنا يجزيك خير يعني السائل الكريم عايز يأكد على الطلاق يعني هتتطلقي هتتطلقي فهو بيعد لها تاني من باب تأكيد الموضوع وبرضو دي قضايا الأسرة إزاي يا جماعة نعمل إجراءات وقائية تقي الأسرة من الطلاق تبعدنا عن الطلاق فالأخ بيأكد الموضوع فأنا بقوله دي تحسب طلقة واحدة لأنها تعتبر في مجلس واحد وبيأكد على الكلام بقوله لو هردها أعمل إيه لو حضرتك عايز ترد زوجتك طبعا وإحنا لسه في فترة العدة إحنا بنقول الرد في الطلاق إما بالقول أو بالفعل يعني إيه بالقول أو بالفعل يعني أنا قلت لها النهاردة أنت طالق جت بعد ثلاث أربعة أيام كده ربنا يعني صلاح الحال والدنيا هدت وحبيت أرد زوجتي إما إني أقول لها راجعتك إلى عصمتي على ما كنت على يعني أنا لجعتك تاني لعصمتي خلاص الموضوع الطلاق ده انته بس تحسب طلقة وإما إنه يعيش معاها ويعاشرها معاشرة الأزواج في فترة العدة فكده يبقى رجعها تاني لعصمته وتحسب طلقة بيقول عاوزين حضرتك تقول كلمة للحموات اللي عايزة تخرب على بنتها لإني بسافر وبوضيها عند أهلها والمشاكل بتكتر لو حضرتك بتسافر وبتوضيها عند أهلها والمشاكل بتكتر نحاول نشوف أسباب المشاكل إيه ونبعد عن المشاكل دي وكل أم عندها بنت أو كل أم عندها ابن شايفة أن مرات ابنها تعباها أو هي شايفة أن جوز بنتها تعبها اعرفوا أن إما بتتكلموا كلمة بتخربوا بيوت أولادكم الأم العقلة الحمل عقلة كده تقول لابنها يا ابني معلش استحملها دي مراتك دي أم ولادك وتقول لابنتها لو بنتها هي المتزوجة تقول لها معلش يا بنت ده جوزك وربنا يبريكلك فيه ودعيله ربنا يهديه عشان نساعد أولادنا على فتح البيوت لكن إحنا ما نساعدش أولادنا على خراب البيوت بنتك لما تجيلك ما تقول لهاش هو مكبر دماغه ليه هو ما بيسألش ليه هو مش عايزك تيجي ليه فإحنا هنعمل كده بس عشان نساعد أولادنا إن الحياة تستمر إن شاء الله إحنا معانا مدخلة طيب هنجاوب على أسئلة حضراتكم وهنتابع أسئلة الصفحة واتصالات حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل يعني من الخير العظيم اللي حصل معنا في الحلقة النهاردة اتصال مادام رانيا اللي كانت عايزة تتبرع بالكلية عشان 7000 جنيه تخيلوا إن سيدنا نابس صلى الله قال ادالوا على الخير كفاعلة كل فريق العمل مشكورين كل السادة المتصلين لاتصلوا أثناء الحلقة عدد كبير المتصلين اتصل عشان ياخد تليفون مادام رانيا عشان يتواصل معها عشان يساعدوها في الموضوع ده بشكر كل المتصلين وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه التبرعات في موازين حسناتكم وكما قال صلى الله وسلم ما نقص مال من صداقة معانا مدخلة أستاذ أحمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضل يا أستاذ أحمد سلام عليكم بعض الحضرتك كنت أعود أسألهم عن موضوع القرب الحكم يعني أنا أخبرتك يعني الدخل الثالي مش مكفيني مش مكفيني أنا أصف على بيت يعني الدخل أوليه مش مكفيني فكنت أعيز أعرف هل يحوظ أن أنا ممكن أخذ موضوع القرب الحكم مثل أن أنا ممكن أعمل فيه مشروع يساعد معايا في الدخل فإن أنا أعرف يساعد زيون علي تمام في أي سؤال تاني حاضر حاضر أي سؤال تاني حاضر هجوب حضرتك حاضر حاضر من عيني طبعا لا تخلو حلقة من الحلقات إلا ما نسأل في موضوع القرد القرد حلال ولا حرام وإحنا دايما ما بنفصل الموضوع فيه ناس بتزعل مننا وبتاخد الكلام إحنا يا جماعة بنتكلم من الوجهة الشرعية يمكن الحلقة اللي فاتت جالنا مدخلتين اللي اتنين قرد لكن كل واحد هيعمل القرد لسبب من الأسباب ودايما بنقول القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحذورات والضرورة تقدر بقدرها أستاذ أحمد عايز يعمل قرد لأن دخله ضعيف جدا مش مكاف في بيته عايز يفتح بيته عايز يصرف على أسرته عايز يعمل مشروع عايز يجيب عربية عايز يعمل أي حاجة عن طريق القرد ده عشان يحسن الدخل عشان يقدر يصرف على البيت طيب نقول له هات القرد وعمل المشروع وظبط أمورك واصرف على بيتك ولا نقول له موت من الجوع أوعد جيب القرد لا يا أستاذ أحمد في حق حضرتك زي ما بنقول كده حضرتك هات القرد اعمل المشروع اللي أنت شايفه اعمل المصلحة اللي هتزبط لك حياتك اللي هتساعدك في دخلك عشان تعينك على فتح البيت وعشان تعينك على الأكل والشرب وعشان تعينك عشان تنفق على أسرتك وإن شاء الله ما فيش أي مشكلة خالص وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولك يبقى القرد في حق حضرتك اللي أنت مش قادر تفتح بيتك حلال إن شاء الله وربنا يتجاوز عنا وعنك طيب القرد منين حضرتك هتسأل في بعض البنوك بتعمل كده في فترة من الفترات هتشوف حد متخصص في بنك من البنوك أنا عايز أعمل قرد أو قرد حسن وهو يقول لك إن شاء الله الإجراءات في أي بنك من البنوك لكن القرد في حق حضرتك ما فيهوش أي مشكلة خالص تاني بكرر شكري لكل السادة المتصلين اللي بيساعدوا مادام رانيا وإن شاء الله رب نجعل ده في موازين حسناتنا وحسناتكم سائلة بتقول فيه إنسانة قريبة مني مسحورة وبتحرك إيديها ورجليها أثناء الصلاة وتقريبا شبه بيتحرك والشاه ناحية الشمال أثناء الصلاة المهم السؤال هنا بقى عشان ما طولش عليكم في الأسئلة اللي بتصلي وعندها عزر بيخلي إيديها تتحرك أو رجليها تتحرك أو الشاه يتحرك الصلاة دي صحيحة أو المصحيحة مقبولة أو مش مقبولة هو ده أو هي دي كل المشكلة اللي هي بتسأل عنها حضرتك إحنا هنصلي هنتوضى ونصلي وهتصلي بقدر استطاعتها يعني على قد ما تقدر إيديها تتحركت ما فيش مشكلة رجلها تتحركت ما فيش مشكلة وشها تتحرك ما فيش مشكلة لإن إحنا هنا الحركات هنا حركات إجبارية مش حركات اختيارية لكن واحد باختياره هيقف هيطلع المنديل هيدخل المنديل هيطلع علم هيبص في الساعة هيعدل هدومه الحركات المتكررة والكتيرة دي بدون داعي دي اللي بتبطل الصلاة لكن حركات إجبارية لعزر من الأعذار ما فيش أي مشكلة تصلي وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها ولمرضانا ولجميع مرضى المسلمين الشفاء من كل ده إن شاء الله أستاذ أسماء بتقول عندي سؤالين هناخد مدام عواطف أيها السلام عليكم أيها 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 فضلي مع حضرتك أخي تقول لها اسمع أنا أسمع حضرتك يا مدام عواطف اتفضلي أخي توقف زورة وسب لها أربع أبناء أخي قول لها اسمعي اسمعي بكي تعال أخي مدام عواطف حضرتك كلمتينها من شوية أيها أيها طيب نفس السؤال أيها أيها حضرتك عايزة الإجابة تاني يعني لا هي سلمتني الأخت وقالت لي الشيخ هي رد عليك طب أنا أسمعت رد حضرتك وطيبها ما هو كلمني وأنا أسمعت رد حضرتك طب طب الشيخ هيكلمك تاني طب حاضر حاضر إحنا قلنا الرد على سؤال مدام عواطف إن أختها توفى زوجها وسب أربع أولاد وأمه كانت عيشة ولما أمه توفت إخواته قالوا إن أولاده المفروض ما يورسوش إحنا قلنا الأولاد دول هيورسوا حق والدهم في جدتهم بحاجة اسمها الوصية الواجبة معمول بها شرعا وقانونا بشرط إن المقدار اللي الأولاد هيورسوه لا يتعدى الثلث ما يكونش أكتر من التلت لو أكتر يغضو التلت لو أقل يغضو النصيب اللي هو أقل من التلت وده إحنا قلناه لمدام عواطف بنقول مين مدام نوال السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا يا فندي اتفضل عايزة أسأل بس رأي الدين إيه في اللي حقول لحضرتك دا طب أعلي صوتك بس يا مدام نوال في واحدة قريبتي نعم بعد ما توفت اتفاجئنا إنها كتبة كل حاجة عندها بيع وشيرة للبنتين وهي عندها زوج وعندها ولدين ولد أخ فإيه رأي الدين في دا طيب في أي سؤال تاني لا شكرا حاضر حاضر طبعا السيدة اللي توفت وكتبت كل أملكها للبنتين وحرمت زوجها وحرمت أولاد إخوتها المستحقين للمراس مع بناتها دا حرام شرعا يعني قولا واحدا حرام شرعا لأنها منعت وارثا من إرثه ومن منع وارثا من إرثه حرم الله عليه الجنة المفروض إحنا زي ما بيقول يا أخوانا المفروض كده أنا عندي تاريكة وهموت محدش عارف الأول مين هيود مين مين اللي هيموت الأول طيب هو أنا ضمنا أن أنا هيموت قبل زوجي أو بعد زوجي المفروض أنا بسيب كل حاجة طيب أنا عندي بنات وفي ناس تانية هيخشوا في الموضوع وهيورسوا أنتوا عارفين مين اللي هيقف جنب البنات بعد وفاتكو يعني بعد وفاتها وفات جزها هي عارفة أولاد إخوتها دول هيقفوا مع بناتها ولا لأ ما يمكن الولاد دول اللي هم أولاد خلتها وولاد خلانها هم اللي يقفوا في ظهر البنات وهم اللي يساعدوا البنات فده حرام شرعا لأنها منعت وارثا من إرثه طيب إحنا الصحي نعمل إيه المفروض الطبيعي بقى أن إحنا نجمع التاركة ونجيب البنات ونجيب الزوج ونجيب المستحقين للميراس ونقول للبنات يا بنات عشان ترحموا أمكم في قبرها لابد أن توزع هذه التاركة توزيعا شرعيا على المستحقين للميراس مادام سهير السلام عليكم وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فندا أيوة أنا كان لي أنا حتى مبلغ في شركة قناة السويس نعم المشروع ده الشيخ قال له ده مشروع قومي وفلوسه حلال بس في بعض الشيوخ بيقولوا تلمني الفايدة ثبت بيبقى حرائم نعم هل ده صحيح ولا في شك بالأمانة يعني حاضر في أي سؤال تاني مادام سهير لا عايزة بس لو كان أنا مثلا لي جد ومثلا وأكدني من مال حرائم وأنا كبرت وهو توفر الآن نشيل وزر علشان فيه آية في القرآن كل شيء من نبتة من حرام فهو في النقر حاضر فيه أي حاجة تانية؟ لا شكرا حاضر عيني عيني مادام سهير حاضر جاوبني في قناة السويس ده بأمانة علشان أنا خايف أو كده حاضر 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 مادام سهير بتسأل سؤال مهم جدا أيام ما الدولة يعني سألت الناس وفتحت الباب للتبرع لقناة السويس عشان إنشاء التفريع الجديدة من القناة ظهرت بعض الفتاوى فعلا وبعض الفتاوى قالت إن التبرع لقناة السويس أو المشاركة في التبرع ده حرام لإن فيها يقف فيه فوايد وكلام زي كده إحنا هنقول في المشاريع القومية الكبيرة زي التبرع لقناة السويس أو غيرها إحنا لو هنتبرع بدون فايدة ده حلال إحنا بنساعد البلد على إنها تقوم إحنا في ظروف محتاجين إنه نقف على رجلين طيب لو قالوا التبرع للمشروع ده هيكون بفائدة دايماً بنقول طالما أنا قلت قبل كده فتاوى يا جماعة في موضوع القروض أو وضع الأموال في البنوك اللي فيها فوايد وفوايد الودائع دي الفوايد بتاعتها حلال وحرام قلنا لو الفوائد دي في مشاريع والمشاريع دي مشاريع حلال الفوايد دي حلال يعني أنا لو حطيت فلوسي في مكان مشروع والمشروع ده هيشتغل والمشروع ده هيجيب منه عائد طبيعي أنا بحط فلوسي في مشروع عشان يجي عائد العائد ده حلال ولا حرام إن شاء الله العائد ده حلال وكثير جدا من أهل العلم أحلوا المشاركة في مشروع تفريع قناة السويس أستاذة سوسن السلام عليكم أيها اللي سلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فلا عزة أسأل لو سمحت في النبي أيها عزة أسأل سؤال أنا كان عندي حل أنا عندي معايا خمس تلف خمسين ألف جنيه معايا خمسمائة ألف طيب وطي وطي التلفزيون يا حجة سوسن وطي التلفزيون واسمعينا من التلفون تفضل الحجة سوسن طيب معلش حضرتك حاولي تتصل بنا بس وطي التلفزيون وكلمينا من التلفون الحجة سهير كان بتقول إن جدي وكانت طفلة صغيرة وهو تقريبا هو اللي مربيها فهي بتقول كده أكلني حرام أو عندها ظن إنه وأكلها حرام هل هي كده عليها وزر عشان كل نبات نبتة من حرام فالناره أولى به حضرتك في الوقت ده ما كنتيش صحبة مال وما كنتيش صحبة عمل وهو اللي بينفق عليك وإحنا مش عارفين الفلوس كلها حلال ولا حرام ولا الحرام اختلط بالحلال أنت كنت طفلة وبيربيك فطالما هو اللي بيربيك وبينفق عليك لو تقدري أنت تصرف على نفسك وتكلي بعيد عن فلوسه وعن أكله خلاص ما تقدريش وهو القائم على ده هو لو الفلوس دي فعلا من حرام يبقى هو اللي يتحمل وزر هذا المال أستاذ أشرف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فندي ازاي كده دكتور؟ الصوت بس حضرتك ارفع الصوت شوي أستاذ أشرف طيب أستاذ أشرف تقريبا راح مننا احنا بنعتذر للحاجة ساوسة أستاذ أشرف طبعا احنا عندنا أسئلة صفحة موجودة معنا كتير احنا حاولنا نجاوب على معظم الأسئلة بس هقول لحضراتكو فيه مثلا معنا سؤال شخص مخصص لأمه مبلغ شهري هقول لكم باختصار عشان الأسئلة بتيجي على الصفحة الناس بتكلم باستفادة مخصص لأمه مبلغ شهري وأمه بتاخد المبلغ ده تساعد بإخواته اللي هم أصلا مش محتاجين وأمه كمان مش محتاجة وأمه بتجبره على أنه هو يزود المبلغ ده لمصارفها لأنها بتدي إخواته طيب لو أنا زودت حلال ولا حرام ولو أنا منعت يبقى أنا كده ابن عق لو حضرتك بتساعدها على قدر استطاعتك هتديها على قدر إمكانيتك حتى وإن كان المال ده هي مش محتاجة أنت بتعمله من باب البر لكن لو الأمة هتجبرك على مبلغ معين عشان تاخده منك وتدي إخواتك اللي هم مش محتاجين وأنت أصررت أنت ما تدفعش غير المبلغ ده ده مش من العقوق أبدا أبدا وما فيهوش أي مشكلة خلص دعاء الفجر بتقول هل يجوز التقليب ولمس أجزاء المصحف من الخارج أو حمله وفيه مزود بتفسير بدون حق أثناء الأجازة الشهرية أو الدورة الشهرية القضية قضية خلافية بين العلماء بعض العلماء أجاز لمس المصحف وحمله أثناء الدورة الشهرية والبعض قال لابد أنه هو بحائل ومنهم الحنابلة وبعض الحنفية والحنفية لهم رأي في موضوع الحائل شكله إيه ووضعه إيه لكن هنقول يعني إحنا عشان نبعد عن الخلاف أثناء الأجازة الشهرية لو عندي عزر شهري ولازم ألمس المصحف يبقى بحامل أو بحائل عشان نبعد عن الخلاف إن شاء الله باقي أسئلة الصفحة لحضراتكم نجاوب عليها الليلة إن شاء الله ونتواصل مع حضراتكم الثلاثاء القادم هنتكلم بقى تكلمنا عن اختريك الحياة وخلاص اتجوزنا النعرض وعرفنا الزوجة مواصفتها إيه والزوج مواصفته إيه إن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود والصلاة على النبي محمد وآله ما ناح قمري وأورق عود مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى